نظمت نيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسد إفنية مهرجاناً خطابياً بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب وتضمن برنامج تخليد هذه الذكرى تنظيم دورة تكوينية حول موضوع التمكين الاقتصادي لفائدة تعاونيات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سد إفني بشراكة مع منتدى الصحراء للحوار والثقافات بجهة جلميم ودنونة وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تستهدف نحو 16 تعاونية محدثة من طرف أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمختلف الجماعات الترابية لإقليم سد إفني إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتطويره بالإقليم لفائدة أبناء المقاومين وتشخيص إمكانيات وإكرهات هذه التعاونيات من أجل تمكينهم اقتصادياً